بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة العاشرة هذا سؤال من المستمع مصطفى فصير إبراهيم من العراق محافظة التأميم يقول توفي والدي وترك لنا مالا إلا أن جدتي التي هي والدته قد تركت لوالدنا عددا من الماشية عبارة عن جزء من الثلث يفعل به ما يشاء فماذا نعمل بهذه الماشية هل نضمها إلى تركة والدنا أم نتصدق بها أم ماذا نعمل بها أرشدونا بارك الله فيكم إذا كانت هذه الماشية التي تركتها جدتكم وصية من بعد موتها في طرق البر وكان والدكم يتولاها وينفذ وصيتها فإن الواجب أن تستمر هذه الوصية وأن تنفذ على ما أوصت به الميتة ولا بد أن يكون هناك ورقة مكتوبة في هذا الموضوع أو يكون هناك من الناس من يدري تسألون الحاصل أن هذه الماشية التي أشرتم إليها يظهر أنها وصية للميتة وأن والدكم كان ينميها وينفذ منها ما أوصت به أمه عليكم أن تبحثوا عن ذلك وأن تنفذوا هذه الوصية نعم أما إذا كانت تركتها من باب الإرث تركة وأن والدكم قد ورثها عنها فها تكون كسائل ماله تكون من تركته وتضم إلى تركته إذا كان والدكم قد ورثها عن أمه ووصلت إليها من طريق الإرث فهي مال له وتركت له لكن أخشى أن تكون كما أشرت أولا أنها وصية نعم هذه عدة سيلة بعث بها المستمع عين نون سين من الدلم سؤاله الأول يقول توفي شخص وعليه دين ولم يخلف ما يسدد هذا الدين أهل يجوز قضاء دينه من الزكاة أم لا لا شك أن قضاء الدين عن الميت أمر مشروع وفيه إحسان إلى الميت وفك لرهانه وإضاء لدمته وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام إذا أتي بالميت ليصلي عليه سأل هل عليه دين فإن أخبر أن عليه دينا تأخر عن الصلاة وقال صلوا على صاحبكم وفي بعض المرات تحمل الدين عن الميت بعض الصحابة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحث هذا الصحابي على أداء الدين الذي التزم أداءه إلى أن أداه ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم على عمله هذا وقال الآن بردت عليه جلدته عن الميت فلما وسع الله على رسوله صار يتحمل الدين عن الميت الذي ليس له وفاء ويصلي عليه فدل هذا على مشروعية قضاء الدين عن الميت أما قضاءه من الزكاة محل خلاف بين أهل العلم لأن الله سبحانه وتعالى بين مصارف الزكاة إلى أصناف الثمانية ويقتصر على ما بينه الله سبحانه وتعالى ولا يجوز الزيادة عليها وقضاء الدين عن الميت لا يدخل فيها فيما يظهر في هذه المصارف الثمانية وهذا أحد القولين لأهل العلم والقول الثاني هو رواية عن أحمد اختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية أنه يجوز قضاء الدين عن الميت من الزكاة ولكن مهما أمكن أن يقضع الدين من غير الزكاة فإنه أحوط وأحسن الله أعلم بارك الله فيكم سؤاله الثاني يقول هناك شخص يعرف أنه موسر إلا أن موزع الزكاة يخشى من أذاه عليه هل يعطيه من الزكاة خوفا من أذاه أم لا الزكاة كما أشرنا تصرف في مصارفها التي عينها الله سبحانه وتعالى ولا تصرف في غيرها الغني لا يجوز أن يعطى منها ما دام هذا الشخص الذي ذكرت غني هذا لا يعطى من الزكاة لأنه لا يستحقها أما إذا أردت أن تكف لسانه وشره فأعطيه من غير الزكاة الله تعالى أعلم سؤال الثالث يقول إذا فات المأمومة ركعة من صلاة العيد أو الاستسقاء هل يجب عليه التكبير أعدة مرات مثل الإمام قبل قراءة الفاتحة أم لا من فاتته صلاة العيد أو الاستسقاء فإنه اجتحب له أن يقضيها على صفتها إذا فاتته كلها فإنه يقضيها على صفتها ومن ذلك التكبيرات الزوائد وكذلك إذا فاته بعضها لأن فاته ركعة منها فإنه يدخل مع الإمام بما بقي وإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بما فاته على صفته على صفته التكبيرات الله تعالى أعلم يقول أيضا إذا فات المأمومة الركوع الأول من الركعة الأولى في صلاة الكسوف ولم يتمكن إلا من الركوع الثاني والأربع السجدات فهل يجب عليه قضاء وما صفة ذلك؟ الركوع الثاني في صلاة الكسوف سنة ولا تدرك به الركعة إذا جئت والإمام يصلي صلاة الكسوف وهو في الركوع الثاني من الركعة الأولى أو من الركعة الثانية فالركوع الثاني هذا لا يعتد به ولا تدرك به الركعة ولكن تدخل مع الإمام فيه تدخل مع الإمام فيه لتحصل على الفضيلة فإذا سلم الإمام إنك تقوم وتأتي بما فاتك على صفته تأتي بركعة كاملة بركوعين وسجدتين بركعين وسجدتين له سؤال أيضا يقول عقد رجل على امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها فهل يحل لابنه أن يتزوج منها لا يجوز لابن أن يتزوج بالمرأة التي عقد عليها والده وطلقها قبل الدخول لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء وهذا يصدق على العقد ولو لم يدخل بها زوجة أبيك تحرم عليك بمجرد عقده عليها سواء دخل بها أو لم يدخل لعموم الآية ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتو وساء سبيلا لو فرضنا أنه العكس يكون الإبن عقد على امرأة ولم يدخل بها فهل تحل لأبي وكذلك الوالد لا يجوز له أن يتزوج المرأة التي حقد عليها ابنه سواء دخل بها أو لم يدخل بها لعموم قوله تعالى وحلائل وأبنائكم الذين من أصلابكم ولا يفترض في تحريمها الدخول له سؤال أخير يقول فيه إذا سلم الإمام وعليه نقص في الصلاة وهناك مأموم قام ليقضي ما فاته من الصلاة وعلم الإمام بالنقص وقام ليكمل ما نقص من الصلاة والمأموم صلى ركعة وبقي عليه ركعة فهل ينضم المأموم مع الإمام مرة أخرى أم يستمر ويقضي ما فاته من الصلاة وهل عليه السجود سهو أم لا؟ إذا سلم الإمام وقام المسبوق ليأتي بما فاته نعم ثم إن الإمام تذكر أن عليه نقصا في الصلاة فقام ليكمله فالمأموم مخير حينئذ بين أمرين إما أن يمضي على انفراده عن الإمام ويكمل الصلاة وإما أن يدخل مع الإمام وتابعه فيما بقي فهو مخير بين الأمرين الله تعالى عليه يعني حتى لو فرضنا أنه قد أنهى ركعة من التي كان يقضيها يجوز له بعد ذلك أن ينضم مع الإمام لا معنى من ذلك يعني لو فرضنا أن الإمام سلم من اثنتين من الرباعية نعم وقام المأموم والمأموم فاته مثلا ثلاث ركعات نعم أدرك مع الإمام ركعة ثم قام الإمام وقد صلى المأموم المسبوق مثلا ركعة أو ركعتين مما فاته وبقي عليه ركعة ثم قام الإمام ليكمل إنه ينضم معه فيما بقي ينضم معه فيما بقي لو لم ينضم سواء كان ما بقي قدر ما فاته أو أقل منه نعم فله أن ينضم معه ويتابعه الصلاة لو لم ينضم عليه سجد السهل إذا أكمل الصلاة نعم عليه أن يسجد السهل لأنه يتبع إمامه بارك الله فيكم هذا سؤال من المستمع ميم راحا من أبها محايل يقول تجري عادة عند بعض الأشخاص المشتغلين بتربية المواشي وهي إجراء عملية الخاص للذكور منها رغبة في تسمينها وذلك بعدة طرق كلها تصدر ألما للحيوان فهل هذا جائز أم لا كذلك عملية الوسم أي وضع علامة على أذن الحيوان بحقها بالنار أو قطعها ونحو ذلك لما يسبب ألما شديدا له فهل في ذلك إثم على فاعله أم لا يجب الإحسان بالحيوانات وعدم الحق الضرر بها وما يؤلمها من غير مصلحة شرعية ويجب الرفق بها والإحسان إليها أما مثالة خاصي الحيوان لأجل تسمينه أو مثلا وسمه لأجل يعرف إما بقطع أذنه أو كيه أو ما شبه ذلك فلا بأس بذلك لأن هذا لمصلحة لأن فعل هذا لمصلحة لكن عليه أن يستعمل مع الحيوان في إجراء هذه العملية الأسهل ولا يستعمل بطريقة الخاصي أو طريقة الوسم الطريقة المؤلمة التي تؤذي الحيوان بدون فائدة على أنه يحرم عليه أن يجعل الوسم في الوجه يتجنب وجه الحيوان فلا يسمه لا بكين ولا بقطع ولا بضرب ولا بغير ذلك لأنه منهي عن ضرب الوجه والوسم في الوجه أما الوسم في الأذن فلا بأس بذلك سواء كان بقطع طرف منها أو خرقها أو كيه بنا لا بأس بذلك لأنه لمصلحة لكن عليه أن يستعمل الطريقة المريحة في هذا جزاكم الله خيرا على الموافقة أو احتال عليه حتى أجريت له العملية دون علمه ودون موافقته فهل يعتبر هذا عقوقا بوالده يأثم عليه علما أن الدافع له محبته لوالده وطمعه في شفائه مما يعاني من مرضه ولو فرضنا وحصلت وفاة نتيجة هذه العملية التي تسبب فيها ابنه فهل يلحقه إثم بذلك أم لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى عاله وصحبه تذكر أيها السائل أن والدك أصيب بمرض ويحتاج إلى عملية جراحية ولكنه لا يرغب في ذلك وأنك ألححت عليه أو احتلت عليه حتى أجريت له هل عليك لذلك إثم؟ لا حرج عليك في ذلك إن شاء الله لأنك تريد له الخير وتريد له المصلحة ولم تريد به الضرر فلا حرج عليك في ذلك فلأنت محسن ويرجع لك الأجر إن شاء الله وحتى لو توفي من أثر هذه العملية ما دامت أنها عملية جارية مجراها الطبي ولم يحصل فيها تفريط والطبيب من أهل الخبرة توافرت الشروط فلا حرج عليك في ذلك لأنك محسن الله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل الله تعالى أعلم بالمناسبة لو بالنسبة للأطباء الذين يجرون هذه العمليات توفرضنا ومات أحد المرضى بين أيديهم وهم يجرون العملية بسبب هذه العملية ألا يلحقهم في ذلك شيء أو ينزمهم كفارة؟ إذا حصل منهم تفريط نتج عنه وفاة الشخص أو كان الطبيب لا يحسن إجراء العملية نعم إنه يتحمل بهذا ويكون عليه مسؤولية يكون عليه الكفارة وأديها أيضا على عقلته أن هذا يعتبر من قتل الخطر أما إذا كان الطبيب مثلا خبيرا بإجراء العملية وحالة المريض تتحمل هذا الشيء ولم يحصل تفريط إنه لا حرج عليهم في ذلك وليس عليهم ضمان ولا كفارة دعم لو كان هناك تفريط وكانوا أكثر من واحد يعني مثلا طبيب ومعه مساعدة أو مساعدان هل يلزمهم جميعا هذه الكفارة؟ إذا مثلا وجبت كفارة أو ضمان في حالة إجراء العملية فإن هذا يتناول كل المشتركين فيها المباشرين نعم مباشرين لها إذا كانوا يشتركوا في مباشرة العملية فإنهم يشتركون فيما يترتب عليها من الضمان والمسؤولية جزاكم الله خيرا هذا سؤال من المستمع عبد الرزاق محسن من العراق بغداد أقول أرجو إفادتي هل الإنسان مخير في دنياه أم مسير ففي الآية الكريمة التالية قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر تفيد أن الإنسان مخير وفي الآية الكريمة الأخرى وما تشاءون إلا أن يشاء الله تفيد أن الإنسان مسير فما معنى الآيتين وهل بينهما تعارض كما يظهر أم لا الإنسان مسير ومخير يجتمع فيه الأمران نعم وهو مسير من حيث جريان أقدار الله وقضائه عليه وخضوعه لذلك كونا وقدرا وأنه لا يمكنه التخلص من قضاء الله وقدره الذي قدره عليه أو من هذه الناحية مسير أما من ناحية أفعاله هو وحركاته وتصرفاته فهو مخير لأنه يأتي ويدر من الأعمال بإرادته وقصده واختياره فهو مخير والعبد له مشيئة وله اختيار ولكنه تابع لمشيئة الله سبحانه وتعالى وقلائه وقدره ولذلك يثاب على الطاعة ويعاقب على المعصية التي يفعلها باختياره وإرادته أما الإنسان الذي ليس له اختيار ولا إرادة كالمكره والناسي والعاجز عن فعل الطاعة هذا لا يعاقب لأنه مسلوب الإرادة والاختيار إما بالإكراه وإما بالنسيان وإما بالعجز أو بفقدان العقل أو بفقدان العقل كالمجنون ومعتور فهو في هذه الأحوال لا يعاقب على تصرفاته أنه فاقد للاختيار فاقد للإرادة أما ما أشرت إليه من الآيتين الكريمتين قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين هذا يؤيد ما ذكرنا لأن الله أثبت للعبد مشيئة واختيارا وأثبت لنفسه سبحانه وتعالى مشيئة وجعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل دلت الآية الكريمة على إثبات المشيئتين إثبات المشيئة للعبد وإثبات المشيئة لله وأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل وأما قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذا ليس معناه التخير بل هذا معناه الزجر والتهديد والتوبيخ وللحق من ربكم من شاء فليؤمن من شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها هذا معناه التهديد والتوبيخ وأن الإنسان إذا عصى الله سبحانه وتعالى وكفر الله فإن الله يعاقبه لأنه فعل الكفر باختياره وفعل الكفر بإرادته ومشيئته فهو يستحق عقاب الله ودخول النار إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها بارك الله فيكم هذاني سؤالان من السائل ألف ميم دال معلم سوداني بالمملكة يقول في سؤاله الأول وجدت في كتاب زاد المعادل ابن قيم الجوزية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر يصومها في السفر وفي الحبر وفي مكان آخر وجدت أن أيام التشريق يحرم صومها علما بأن آخرها هو اليوم الثالث عشر فكيف نجمع بين هذين القولين؟ النبي صلى الله عليه وسلم حفى على صيام ثلاثة أيام من كل شهر سواء من أوله أو من وسطه أو من آخره إلا أن الأفضل أن تكون هذه الثلاثة أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر هذا هو الأفضل ولو صامها بغير هذه الأيام من أيام الشهر فلا بأس بذلك ويكون قد أدى المشروع ويحصل على الأجر إن شاء الله أما أيام التشريق فقد ورد النهي عن صيامها قد ورد النهي عن صيامها لأنها أيام عيد وأيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل يحرم صيامها إلا لمن لم يقدر على دم المتعة والقران من الحجاج الحاج القارن أو المتمتع يجب عليه الهدي فإذا لم يجد الهدي فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج ولو صادف ذلك أيام التشريق لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم أيام التشريق أن تصام أيام التشريق إلا عن دم المتعة أو قران فهذا شيء خاص هذا شيء خاص للنهي عن صيامها في هذه الحالة أما فيما عدا هذه الحالة فيما عدا أيام التشريق فالأفضل أن تصام أيام البيض بالنسبة لأيام البيض هل صحيح أن الرسول لم يترك صيامها سفراً ولا حضراً أم أنه أمر مستحب الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم تطوعاً ويكثر الصيام نعم كان يصوم حتى يقال لا يفطر وكان يفطر حتى يقال لا يصوم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام التطوع حضراً وسفراً أما كونه يلاجم أيام البيض هذا لا أدري لا يحضرني الآن شيء فيه سؤاله الثاني يقول بفضل الله وتوفيقه أديت عمرة أحرمت لها من يلملم وأنا قادم من جنوب المملكة وبعد قضاء أسبوع في مكة المكرمة شددت الرحالة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وعند رجوعي أحرمت من آبار علي في طريقي إلى مكة وأديت عمرة أخرى فهل تصح هذه العمرة الثانية علماً بأن المدة بين العمرتين لا تزيد عن عشرة أيام أفدوني أفدكم الله وسدد خطاكم لا بأس بما فعلت من تكرار العمرة ولو كان في وقت متقارب نعم لأنك لما جئت من المدينة قادماً إلى مكة ومرضت بالميقات فإنه قد سنحت لك فرصة لأداء العمرة وخروجاً من الخلاف بين أهل العلم فمنهم من يوجب على من مر بالميقات وهو يريد مكة ألا يتجاوزه إلا بإحرام فأنت أخذت بالجانب الأحوط وأيضاً استفدت من هذه الفرصة الثمينة وأحرمت بعمرة وهذا زيادة خير يجر عليه إن شاء الله وعملك هذا شيء طيب وتكرار العمرة في مثل هذه الحالة لا حرج فيه لأنه جاء لمبرر لأنك لما أردت الدخول إلى مكة ومرضت بالميقات فإنه يستحسن لك أن تحرم بعمرة وقد فعلت والحمد لله لكن كونه أحرم من أبار عليم العلم أنه أصلاً قادم من جنوب المملكة لا يواثر هذا هو لما رجع من المدينة إلى مكة يحرم من ميقات أهل المدينة لأنه يأخذ حكم أهل المدينة بقوله صلى الله عليه وسلم لما حدد هذه المواقيت قال لهن لهن ولمن مر عليهن أو أتى عليهن من غير أهلهن فهو يأخذ حكم أهل الجهة التي جاء منه أحسن وارك الله فيكم هذا سؤال من السائل علي ناصر أحمد من اليمن صنع يقول توفي والدي وترك بنتاً عمرها ثلاث سنين وابناً عمره أربع سنين وقد تزوجت أمهما وتركت لي مسؤولية تربيتهما وقد أخذت ما يخصها من الإرث بعد والدي والآن تزوج الولد والبنت وأصبحوا يطالبوني فيما اكتسبته بعد وفاة والدي علماً أنني أنا الوحيد الذي شاركه الاكتساب في حياته فهل لهم الحق في المطالبة فيما اكتسبته بعد وفاته أم أنه يخصني وحدي فقط أفدون جزاكم الله خيراً أما ما كان قبل وفاته والدي فهذا يعتبر لهم لإخوتك الصغار نصيب فيه نعم لأنهم انتركت ميتهم فكان الواجب عليك أن تحصره وأن تحصيه وأن تحفظه لهما حتى يكبر وتنفق عليه عليهما منه وإذا بقي شيء بعد النفق عليهما تدفعه إليهما إلى كبره أما ما اكتسبته بعد وفاة والدك فهذا إن كان رأس المال هو الذي كان معك ومع والدك قبل وفاته فلهم نصيب أيضاً من ربحه لأنه يعتبر كالمضاربة إذا كان رأس المال من المال المشترك بينك وبين والدك فلهم نصيب فيه أيضاً وإن كان من مالك الخاص أيضاً وإن كان من مالك الخاص وتصرفت في مالك الخاص بعد وفاة والدك فإنه لا علاقة لهم به أنه يعتبر كسبك ومالك وعلى كل حال القضية فيها طرفان وإذا رجعتما إلى المحكمة الشرعية فهي إن شاء الله تدرس ملابسات القضية وتبين بكل لحق حقه والله أعلم مارك الله بكم هذا تؤال من المستمع عايش عجيل من سوريا يعمل بنجران يقول كان لعم ليس له زوجة ولا أولاد ويملك قطعة أرض زراعية وكنت أنا الذي أعوله وأقدم له كل ما يحتاجه من مسكن وطعام وشراب وكساء دون أجر وأعمله معاملة والدي ووالدي متوفى وله أخ آخر أردت أن أشتري قطعة الأرض التي يملكها عمي حيث أنه عاجز عن العمل وأردت أيضا أن أحرم عمي الآخر من قطعة الأرض الذي هو أخوه فاشتريتها بموافقة عمي وإرادته دون إكراه على ذلك وأشهدت ثلاثة شهود على عقد البيع ثم أخذت المبلغ منه ثلفا وتوفي بعده فقمت بتكاليف الوفاة ومن ثم اشتريت له بقرة كأبحية الله هل هذه البقرة التي إذا بحتها أضحية له تعتبر من ثمن الأرض لأن له وريثا آخر هو أخوه وهل المبلغ المتبقي لحق به أم كله لعمي أم ليس لنا جميعا حق به وماذا أفعل به في هذه الحالة أما مثلة شرائك الأرض من عمك إذا كان القصد من ذلك شرمان الورثة وحيازة الأرض لك فهذا بيع باطل إذا كان يقصد به الإلجة أو التلجية كان يقصد به التلجية وحرمان الورثة والمحابات معك هذا بيع باطل والأرض يكون تركة للميت لورثته وعما قضية البقرة التي ذبحتها لعمك بعد وفاته إن كان عمك أوصى بذلك لا حرج في ذلك تعتبر أضحية إذا كانت في وقت الأضحية تعتبر أضحية وصية وقد نفلتها أما إذا لم يكن عمك أوصى بها فإنها تكون من مالك أنت لا من مالي لا من مالي وتركت عمك أن أولا يجوز لك تصرف بعد وفاته بشيء من ماله لأنه أصبح حقا للورثة أما قضية الإرث فلا حق لك فيه ما دام عمك موجودا إذا كان عم شقيقا للميت أو عم أو إذا كان أخا شقيقا للميت أو أخا لأب فإنه لا علاقة لك بالميراث لأنك محجوب بعمك أما إن كان عما من الأم يعني يكون أخا لأبيك من أمه فإنه لا شيئا فإذا كان أخا لأبيك من أمه فإنه لا شيئا له أخا لعمه إذا كان هو عم للسائل نعم هو عم السائل إذا كان عما له من الأم يعني أخا لأبيه من الأم نعم فليس له شيء والميراث يكون للسائل نعم ولمن مثلا معه من الآخر إذا كان هناك ورثة آخرون المهم أن الميراث يكون لأخي الميت الشقيق أو لأبي وليس لابن أخيه شيء مع وجود أخيه الشقيق أو أخيه لأبي أي شيء لابن أخيه نعم إذا فرضنا صحة شراء هذه الأرض هل هذه الأضحية التي ضحاها ينقص ثمنها من قيمة الأرض لأنه حتى قيمة الأرض استلفها من عمه هذا كما ذكرنا إذا كان هذه الأضحية بوصية من العم تعتبر مستثنى لأن العم له أن يوصي بالثلث فعقل إذا كانت قيمة البقرة تخرج من الثلث ويكون هذا من الدراهم التي في ذمة السائل للميت يعتبر هذه وصية نافلة لأنها تعتبر من الثلث أن لا تنقص عنه شيئا من قيمة الأرض نعم تنقصها من قيمة الأرض إذا كان العم أوصى بها فينصرفها من قيمة الأرض الذي في ذمته لعمه لأنها تعتبر من الثلث أما إذا لم يكن أوصى بها فإنها تكون تبرعا من الذي ذبحها ولا يستحق شيئا من مقابلة